اشتركوا في القناة 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 من أسباب صعوبة خسارة الوزن رح نروح نرجع معك ستيفاني إلى كديسة اليوم إديسنا لليوم هو يوحنا كليماكوس ولد يوحنا كليماكوس بفلسطين عام 525 تخرج بالعلوم ونبغ فيها ولسيما بالفصاحة حتى لقب بالمعلم وهو أحد أباء الكنيسة ويرقب أيضا بالسلمي أو كليماكوس نسبة إلى كتابه يلي أسميه بليونينية كليماك أي السلم وهو يعلم الارتقاء بالفضائل حتى الكمال وما بلغ السادس عشر حتى صغرة الدنيا بعيونه فعاف العالم وأباطيله وذهب إلى دار جبل سينة الشهير حيستتلمز لراهب الشيخ جليل يدعى مارتيريوس سلم إليه قيادة أمره ولم تمضى عليه أربع سنوات بالدار حتى ارتقل أسمى الفضائل ولسية مطاعة لمرشده ولما بلغ العشرين من عمره لبس التوبة الرهباني وأبرز ندوره وأصبح مثال للجميع بالسير بطريق الكمال حتى قال عنه ستراتيفوس رئيس الدار أن يحنى لحيكون أحد الأنوار العظيمة بالمسكونة ثم انفرد بالبرية عن سفح جبل سينة وأقام بكوخ قريب من الكنيسة يلا بنيها الملك يستنيانوس لنسك بذلك القفر ولم ينفك عن مطالعة الكتاب المقدس وقرأته بشكل دائم وقد وضع ذلك الكتاب الفديعي الذي كتب عنه سلم الفضائع ليكون دستور عمل ليس للرهبان بس بل لجميع النفوس الراغبة بالفضيلة وهو نتيجة تأملاته وتعمقه بفلسفة الإنجيل وعلم النفس وأصم كتابه إلى 30 درجة أولى الظهد بالدنيا وأخيرا الفضائل الإلهية الثلاث الإيمان والرجاء والمحبة وصل الرئيس على دار سينة وكان مثالا أعلى بالقيام بجميع الواجبات الرهبانية ومنارا بفضلتين التواضع والمحبة وله رسالة مصهبة بواجبات الرؤساء وفيها من الحكم والنصائح الرشيدة ما يضمن الخير والنجاح للرؤساء والمرؤوسين وكانت نفسه تصب دائما إلى العزلة والانفراد فتنازل عن الرئاسة وعاد إلى خلوته في منسكه منعكفا على مناجات الله بالصلاة وأنواع التقشف إلى أن ركض بالرب سنة 605 وله من العمر 80 سنة وقد أجر الله على يده آيات عديدة صلاته معنا أمي ننتقل لك يا ريتا مايك لألف فقرات تانية من بعد هذه القصة الحلوة خبرت به إلى صحة غذائية هلأ ستيفاني بس يجي فصل الربيع ضغرة منشوف أول شي هيك منبسط فيه والأشجار يلي بتباليش تزهر ومن أكتر الشجر يلي عن جد منظرها حلو هي شجر اللوز وفي كتير مننا بلبنان عنا كتير شجر اللوز اليوم حبا شوي أحكي عن اللوز منبلش نحكي أول شي عن اللوز الأخضر شو الأشياء اللي بيفيدنا فيها اللوز الأخضر بيساعدني بالتخلص من الزيادة بوزنة مظبوطية فيها اللوزة الخضرة دهون إنها مغير مشبعة بتخلينا نحس حالنا شبعانيا وأكيد لازم دايما نتناولها بالكمية توازنة متوازنة ما منقدر نأكل كتير كل الأشياء دايما منقول صحية إنما ما منكتر ونزيد منه المحافظة على صحية قلبي وشريينة بتقليل خطر إصابته بمرض السكري زيادة مقاومته وتقوية تقوية جهاز المناع هيدا بالنسبة للوز الأخضر في شي تاني كمانا ستيفاني طيب كتير وعادة الناس بحبه أكتر هو اللوز المجفف هو بيصير بيعتبر من المكسرات أكيد نحنا منلاقيه مندون ملح ومنقدر كمانا نتناوله ناي أو منقدر نتناوله كمانا مملح هو الأنسب دايما إنه نبتعد عن الملح شو بيفيدنا اللوز المجفف أول شي بتعتبر المكسرات عامة هي أحد العناصر الغنية بالبروتين بالبروتين يلي بيحتوي على إيمة غزائية عالية ومدادات للأكسدة والأحماض الدهنية الأوميغا 3 كما إنه بتحتوي على العديد منها الفيتامينات والأحماض والمعادن المختلفة اللوز ومداد للأكسدة وبيحمي من أضرار الشمس وأيضا بيرفع المناعة وبيقلل الحساسية هذا شي مهم هنا نقوله إنه اللوز من جوه بيقلل الحساسية إنه مع وقته منتناوله أخضر من برا بيقدر يزيد أو يكون مسبب لهذه الحساسية اللوز مفيد لمرضى السكرة وبيعمل على تقليل مستوى الكوليستيرول الدار بالجسم بيزيل أيضا اللوز السموم وبينتج الطاقة بيساعد على تقوية العظام والأسنان وبيساعد على تنظيم نسب السكر بالدم وأيضا اللوز بيساعد على النمو كمانا لازم هون نعطي هيكي متل معلومة إنه اللوز الأخضر استفانية بيقدر يسبب غازات وأيضا انتفاخ يعني الناس اللي بيعانوا من النفخة لازم يتجنبوا شوي اللوز الأخضر يتنوالوا كمكسرات حتى يستفيدوا من الفوية تبعه وأيضا معلومة أخيرة هو إنه بيساهم اللوز هيدا معلومة بالنسبة للرجال هن اللي بيستفيدوا منه إنه بيساهم بإنتاج أرمان التستوستيران المهم لدى الرجال ولأنه هو بيحتوي على كميات كافية من الزنك يعني هلأ لازم نستفيد ستيفاني من هيدا الفصل حتى نتنوالوا نستفيد من منافعه وأكيد نتمتع بطعمته صح من صحة غذائية رح نروح هلأ إلى متفرقات اليوم بفقرة المتفرقات محضرين عدت تاكي أخبار مشوقة للمشاهدين نبدأ بقضية مدعي النبوة يلي شهدت تطور جديد نشأت منظر مدعي النبوة يلي أصارت جدل بلبنان ريتا قبل أشهر صار فيها تطور جديد حيص طالب النائب العام الاستقنافة ببيروت زياد أبو حيدر بإيدانته باتهمة ادعاء النبوة فضلا عن تحقير وازدراء الدين الإسلامي بالاشتراك مع كارمن يوسف قديح المعروف باسم كارمن شماس وكشف محمد زياد جعفل وهو أحد المحامين يلي تقدموا ببلاغ لنياب العامي عن إحالة الملف إلى الأدية الجزائية المنفردة ببيروت عبير صفا لمحاكمة المتهمين بجراء تمس الدين الإسلامي وإصارة الفتن استدادة للمواد 317 و473 و474 من أنون العقوبات اللي بتعائب المدنين بالسجن من سنة لثلاث سنوات وأضاف وأضاف المحامة أنه تم إخلاء سبيل المتهانين بسند إقامة بعد تعاهدهم بعدم نشر أي تشجيلات موسيقى مع إحالتهم إلى المحاكمة هذا بخبر أول أما الخبر الثاني فهو بيحكي عن عملية صارت زراعة قلب ولكن للأسف تم توفى الشخص المريض يعني عملت له هذه العملية بعد ما دخل التاريخ كأول شخص ينقل لأله قلب خمزير معدل ويراثيا طوفي الأمريكي ديفيد بنت عن عمر ناهز 57 عام بعد شهرين من العملية الجراحية التاريخية وفق زكريت وكالي ترويترز وكان المريض عم بيعاني من أمراض قلب مزمنة وأجريت له عملية زرع قلب بال7 من يناير الماضي ومنحت إدارة الغذاء والدواء تصريح طارق لإجراء هذه الجراحة ليلة راس السنة كخطوة أخيرة لمريض بطل ما عنده بقى منه قدر بقى أنه يعيش لم يكن مؤهل لعملية زرع التقليدية ولدى إجراء العملية قال الجراح يلي أجراها أنه عملية هي عملية جراحية رائدة لحتقربنا خطوة من حل أزمة نقص الأعضاء ولكن للأسف مثل ما شفنا أنه المريض رجع وتوفى ما نجحت العملية وهذا تجارب صح تجارب جربوا يخلصوا له حياته بس ما أدروا خبر أنا أراحكي عنه بتحب الفاتوش والتبولة ستيفاني أكيد شو بتفضلي؟ فاتوش بس هلأ قبلنا نبالش كتير نفكر قبل ما نعمل صحنا الفاتوش ليه؟ لأنه عم بيبلغ صار صحنا الفاتوش رقم خيالي بلبنان ونحن بنعرف هلأ نحن أيام السيام وأيضا رمضان كمانا بيحبوا يتناولوا دايما على الصفرة صحنا الفاتوش ولكن العالم هلأ كتير عم تحكي عن ارتفاع بأسعار الخدرة والفواكة بشكل يعني عن جد ما بقى عم يقدروا العالم يشتروا أكيد كان فيه أزمة الدولار يلي قلصت الإنتاج الزراعي وآخر موجة للسقيع استفانية اللي داهمت لبنان كمان خفضت الإنتاج بشكل إضافي إنما نحنا اليوم هكي جمعنا شو الأشياء يلي منحطن بالفاتوش أوكي وشفنا قديش أسعارهم عم نعمل نحنا حسبت لخمس أشخاص قدي صار بيكلف صحنا الفاتوش أول شي بدنا نص كيلو خيار حقون 12500 نص كيلو بنادورة 11500 خسة صار حق الخسة استفانية 15000 باقت بقدونس 5000 باقت نعنى أيضا 5000 باقت البقلة 5000 باقت الفجل 5000 باقت بصل أخضر كمان 5000 نص كيلو فلايف لخدرة حقون 15000 ونص كيلو حامود حقون 6000 ليرة هيدا من دون ما نحكي عن الزيت الزيتون ودبس الرمان وإشياء الإضافية يلي نحن منحب نزيدها أو السماء حتى على صحن الفاتوش تلع معنا إنه لخمس أشخاص الفاتوش صارت بتكلف 85000 ليرة هيدا بعد ما فكرنا بشي تاني حتى يناي على الصفرة فيه أشخاص كتير يعني ما بق بيقدروا يتناولوا يلي هو كان أقل شيء نقدر نحطه على الصفرة يلي هو صحن الفاتوش فعلا شيء مؤسف جدا لوين إحنا عم وصلنا يعني خضرة وفوكة بطلوا الناس عم بيقدروا يشتروها بالشكل يلي كانوا عايشين قبل يعني وعم بيشتروها ويحطوها على صفارون وصاب لازم كل شيء نفكر صح هذا اللي ميؤسف فيه أساس بسيطة ما كنا نفكر فيه مثل إذا حق الخضرة وإذا حق الفوكة أنا أبسط الأمور الإنسان اللي بيكلوا ما كنا نفكر فيها للأسف لوين وصلونا أكيد وزيد كمانا استغلال التجار يعني وقتا عم نكون نحن مارئين بهلأ رمضان والأعياد يعني التجار كمان عم يستفيدوا من هذا الوضع وعم بيرفعوا الأسعار بطريقة عشوئية أكيد كله عم بيرجع يزيد سترس على المواطن اللبناني للأسف بعد في عندي خبر واحد حب هيك كمان نحكي عنه هو كان صادم خد خبر عن ويل سنس يلي صفع صفع مقدم جوائز الأسكار اللي صارت هالسنة بواقعة مفاجئة جدا قام من مكانه وراح وصفع نجم هوليوود ويل سميس الممثل الأمريكي الكوميدي مقدم الحفل كريس روك بعد إلقاء الأخير نكتة عن زوجة الأول فقام وضربوا كاف قدام العالم كله وحتى وجه له الصباب بسبب صخرية الأخير يعني اللي كان عم بيقدم الحفل بسبب سخيته من شعر يعني امرأته يعني مرته لسميس هي عم بتعاني من مرض مرض عم بيقدل لتساقط الشعر بكسافة فكان ردت فعله أنه قام وتصرف بهذه الطريقة رجع بعدين بك واعتذر يعني قدمك حس أنه هو هتصرف تصرف يمكن خاطئ مع أنه انتبهي لهايداك المؤدي من البرامج ما كان لازم يتمسخر على الإنسان المريضة لا أكيد نمع ويل سميس هو من الممثلين المفرداليين عندي وكتير حدا مهدوم يعني بس أكيد أوقات فيه إشياء بتصير بالحياة ما منقدر نضبط أحسابنا على هذا ما ما ضبط حاله قام يعني قدام العالم كله وتصرف بهذه الطريقة رجع بك واعتذر من الإدارة يلي جهة القائمة على جوائز الأسكار وقال أنه لك الحب شو بيخلى الإنسان يعمل عن جاد حلو حلو هالقدة يكون في حب صح هلأ رح نروح مشاهدينا إلى التبس مع لميس حداد من بعدها مستقبل ضيوفنا على اليوم مرحبا بتصير معكم أن تكونوا كتير معصبين أو أولادكم يكونوا كتير معصبين معكم لميس حداد فاميلي كوتش اليوم رح علمكم على تكنيك تساعد ساعدكم أو تساعد أولادكم لحتى تخففوا هيدا سترس مسا إذا ولد عم بيبكيه أو معصب فينا أصلب منه ينفخ كأنه عم ينفخ باله هيدا الشي بيخفف كتير من السترس فينا كمانا نطلب منه يشاب ماي هيدا الماي فيها تروق لسليول تبع لسليول سريبرال فينا كمان نطلب منه أنه يتجدد أما ينط أما يركض أما يلعب بالبالون يلعب بالبيتي كلات حيال لحركة أكتر شي الباسكت كمان مفيدة كتير لأن حيال لحركة فيها كروازي بتساعد السارفو أنه يخف كل السترس عنه فينا كمانا نتطلع من الشبك إذا أنا هلأ محصدي وحصي حالي أنه رح أضرب ولادي وما لازم أضربهم بتطلع من الشبك بتطلع بالخدار هيدا الخدار كله بيروق فينا أتمشى بالحديقة فينا أتمشى حيال لمحل في خدار وأهم شيء أهم شيء أهم شيء لروق الولد هو أنه أعبطه هيدا التكنيك أحلى تكنيك فيكم تتبعوه كل ولد بتحسوا أنه عايش سترس خدوه واعبطوه كذا مرة بنهار إذا عنكم حيالة سؤال عن سترس أو غيره فيكم تتبعوني على صفحة لمسحدات فاميلي كوتش على الفيسبوك أو على الإنستغرام مرسي